نحن الآن في مخيمات النزوح هنا في صحراء العبر بمحافظة حضر موت هنا في هذه المخيمات أكثر من خمسة آلاف نازح فروا من نيران الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي من محافظة عمران والجوف وصعدة يعيشون أوضاع معيشية صعبة في ظل انعدام المياه والغذاء والدواء وكذلك التعليم يحصلون على الماء والحصول على الماء يأتي بطريقة صعبة جدا بالذهاب إلى مسافات طويلة للحصول على الماء وبأسعار باهظة من مركز المدينة في مديرية العبر هنا هذه الخيام لا تقيهم من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف فهي حياء قاسية جدا يعيشون هؤلاء النازحين في ظل غياب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يناشدون الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية بالنظر إليهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة وفي هذه الصحراء القاسية هنا في حضر موت يريدون فقط أن تنتهي الحرب وأن يغيثهم أحد ولو بشربة ماء حدد مساعد كانت بالقيسة من مخيمات النازحين بمديرية العبر حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر